بفضل تساقطات المطرية التي شهدتها مختلف ربوع المملكة في الأوينة الأخيرة تتوقع وزارة الفلاحة والصيد البحري أن يتميز الموسم الفلاحي الحالي بنتائج إيجابية فبعد أن سجل العام الماضي جفافاً هو الأسوأ منذ أزيد من ربوع قرن بلغ معدل هطول الأمطار إلى غاية متم فبراير من العام الجاري مائتين وسبعة وثمانين ميلي متراً بارتفاع نسبته مائة وستة وثلاثين في المائة مقارنة مع العام الماضي الذي سجل معدلاً لم يتجاوز مائة واثنين وعشرين ميلي متراً الأمطار التي هطلت إلى حد اللحظة سيكون لها تأثير إيجابي على المزرعات وعلى معدلات ملء السدود ومستويات المياه الجوفية في بداية الموسم الفلاحي فاقت مساحة الأراضي المخصصة لزراعة الحبوب خمسة ملايين هكتار متجاوزة بذلك توقعات سابقة وتشمل المساحة المزروعة أربعة وأربعين في المائة من القمح اللي وخمسة وثلاثين في المائة من الشعير فيما يشكل القمح الصلب نسبة واحد وعشرين في المائة من المساحة المزروعة صور الأقمار الصناعية التي التقطتها مصالح وزارة الفلاحة أظهرت أن الحالة النباتية للزراعات الخريفية تدعو إجمالاً إلى الارتياح بناء على الصور الملتقطة أكدت الوزارة أن الحالة النباتية جيدة بالنسبة لثلاثة وسبعين في المائة من المساحة المزروعة ومتوسطة بالنسبة لخمسة وعشرين في المائة من هذه المساحة حالة النباتات المزروعة انعكست بشكل إيجابي على وضعية القطيع الوطني من الأغنام والماعز والأبقار وكذلك بالنسبة للإبل فيرتقب خلال الموسم الجاري تسجيل إنتاج وافر من الأعلاف سيمكن من تغطية حاجيات القطيع الوطني وتأميناً للحماية الصحية لهذا القطيع تباشر المصالح البيطرية لوزارة الفلاحة عمليات التلقيح ضد التسمم المعوي والأمراض الطفيلية لفائدة حوالي خمسة عشر مليون رأس من الأغنام والماعز فضلاً عن معالجة مائة وثمانين ألف رأس من الجمال ضد الطفيليات الأهمية الاجتماعية للقطاع الفلاحي بالمغرب تعد مركزية واستراتيجية وتعتبر المملكة قوة فلاحية إقليمية معتبرة سواء على سعيد القارة الإفريقية أو بالحوض الأوروبي المتوسطي تمثل الزراعة ما يزيد عن خمسة عشر في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ويعمل في القطاع نحو خمسة وثلاثين في المئة من الساكنة النشيطة